ممكن قبل ما ندخل للستوديو كنا بنتسأل مع بعض كده حالة حزن كبيرة جدا على وفاة دلال عبدالعزيز الله يرحمها وقبلها طبعا سمير غانم هل لأنهم فنانين كبار بس؟ لا ده برغم ترقب الناس يعني وضع حالة دلال عبدالعزيز لما الناس تقعد كتير في العلالة المركزة بيبقى عندك يعني إحساس أنه ممكن يحصل خبر سيء وحتى رامي ردوان الإعلامي الصديق العزيز نشر أول ما أشفت لنشره ده تأكدت أنه بيوصل لنا رسالة نشر طائرة وراقية تصعد للسماء ودلال في النص وفيه قبلة من إمي وأخرى من دنيا فتوقعت أنه هو يعني ألوله دكاترة أنه بيهيئ الناس يعني وأنه بيهيئ لنا كمان هذا الخبر ولغم ذلك جاء الخبر وكأنه مفاجأ لأنه دايماً بيبقى عندنا أمل أمل ولو في المستحيل وده بسبب فرط الحب يعني دلال عبدالعزيز فعلاً بتتمتع بمساحة حب كبيرة جداً الحب اللي الناس حبيته لسمير والحب اللي الناس بتحبه لدنيا والإمي كل ده بيتجمع عند دلال يعني هو حب رباعي فإحساس الناس فعلاً كان عميق جداً مع دلال ولأنها أيضاً يعني ده الجزء الإنساني لكن الجزء الفني فعلاً فنانة قدرت تصالح الزمن في وقت كتير من النجوم والنجمات تحديداً أكتر حتى من النجوم لما الزمن بيمر بيهم وما بيبقاش لما تخش أنت الحياة الفنية برأس مال معين يعني دايماً البنت الحلوة بيبقى رأس مالها الجمال إذا توقفت عند الجزئية دي خلاص بتقعد شوية لا دلال لغاية رمضان الماضي وكان لها كمان اتفاقات على رمضان القادم كانت الممثلة الممثلة دلال عميقة الأداء وكل الناس سبعاً تابعت وكأنها لا شعورياً بتقدم لنا مشهد هي هتعيشوا في الحياة وأنا بعتقد أنه مفيش حاجة بتيجي مش قدرية ربنا بيبقى حتى التفاصيل التي نراها إحنا من زاوية رؤيتنا صدفة ما بتبقى الصدفة بتبقى محددة وكأنه فعلاً تمهيد للرحيل وهي لما كانت عملت ناجي ربنا في المشهد كان من قلبها يعني ملوك الجدعانة كانت والدة عمر سعد عمر سعد كانت بكل إحساس فعلاً المناجاة كانت دخل قلوبنا ده وهي بتعرض قبل باتدت التطورات بقى بعد كده وكرونا وما وما فعلته بسمير ثم بدلال لكن فعلاً كانت مناجاة وكأنها مناجاة حقيقية للإله صحيح